مين منا بيقدر يستغني عن هاتفه المحمول؟ مو بشكل دائم حتى لساعات أو دقايق هالأشي زي اللي بترافقنا وين ما رحنا ومنخزن عليها معلوماتنا الشخصية والتجارية ومشاريعنا العملية والحياتية هي بنفس الوقت ممكن تشكل خطورة على خصوصيتنا وبعض الأحيان على حياتنا ومن هون تجي أهمية التعرف على الخطوات بتمكننا من الحصول على هاتف آمن وبتقلل من المخاطر الإلكترونية أول هاي الخطوات أنه نختار جهازنا من شركة بتهتم بإصدار التحديثات واللي بتعمل على تأمين الحماية لأجهزتنا عبر توفير مزايا جديدة أو غلق أي ثغرات ممكن تفتح المجال للتجسس وصرقة المعلومات وبالإضافة للتحديثات الأمنية يلي تعتبر الأهم كمان بتفيد هاي التحديثات بتحسين أداء الجهاز ورفع كفاءته وتوافق أفضل بين الأجهزة والتطبيقات ومن أهم خطوات الحصول على هاتف آمن هو استخدام قفل للهاتف طبعا في عدة طرق لهالشي بس تعتبر طريقة الرقم السري هي الأقوى كمان من المهم جدا لما بدنا نستخدم تطبيقات للهاتف أن تكون حصرا من متجر جوجل للهواتف يلي بتعمل بنظام أندرويد ومن متجر آيتون للهواتف يلي بتعمل بنظام آي او اس وهون بيكون من الضروري كمان إلقاء نظرة على آراء المستخدمين المقيمين لهي التطبيقات وتفقد المعلومات حول المنتج للتطبيق وبينصحنا الخبراء بإزالة التطبيقات يلي ما منستخدمها ولزيادة مستوى الأمان لهواتفنا المحمولة من الضروري استخدام تشفير الجهاز الكامل هاي الميزة اللي بتحتويها أنظمة التشغيل أندرويد وآي او اس وويندوز للأعمال واللي ممكن تفعيلها من الإعدادات وكمان من المهم استخدام VPN أو الشبكة الخاصة الافتراضية لتشفير الاتصال بالإنترنت عند الحاجة هاي الميزة بتحفظ بياناتنا ونشاطاتنا مخفية ومشفرة وبيكون من المستحيل اعتراضة من قبل أي جهة وطبعاً من المهم إغلاق الاتصال بالإنترنت في حال عدم الحاجة إله ولما منقول حماية أكيد لازم نحمي أجهزتنا من الفيروسات عبر استخدام برامج مكافحة الفيروسات اللي بتعمل على اكتشاف التطبيقات الخبيثة اللي ممكن تصيب الجهاز وإزالته بخطوات بسيطة فينا نحمي أجهزتنا المحمولة من الاختراق وتداعياته ونكون ضمنانين أنه حتى في حال ضاع الجهاز أو انسرأ أو وقع بين إيدين خصوم إلنا رح نكون نحن وبياناتنا بأمان تابعونا بسلسلة فيديوهاتنا لنتعلم أدوات حماية أمنا الرقمي والحلول للحفاظ على خصوصيتنا الرقمية اشتركوا في القناة